بيبدأ الفيلم في مدينة نيويورك اكتر مدينة مليانة ضوضاء في امريكا اليوم الاول بيبدأ في مستشفى لمرضى السرطان اللي في اخر مرحله هناك بنقابل سام ست صمرة عندها سرطان في العضلات في مرحلة متأخرة كل يوم لازم تاخد حقا في بطنها علشان لو ما خدتهاش عضلاتها هتضمر و هتموت سام متصلحة مع الدنيا والناس وبتروح جلسات علاج جماعي مع المرضى التانيين علشان يتكلموا عن افكارهم وليه عايزين يعيشوا الكل بيقول كلام حلو بس لما بيجي دور سام بتقول ان الحياة مرة واحدة بس وان الممرض اللي بيساعدها غبي وريحت وحشة ساعات الكلام ده بيصدم باقي المرضى فسام بترجع قضيتها مع قضيتها فرودو اللي بيساعدها نفسيا وفجأة الانزارات بتضرب وسام بتسأل الممرض روفين ايه اللي بيحصل هو بيقول لها ان اكيد في حاجة وحشة بتحصل روفين بيستغل الفرصة وبيسألها ليه قالت ان ريحت وحشة مع انه بيستحم على طول ومع ذلك روفين بيحاول فهمها ويصبرها علشان عارف انها مريضة سرطان في اخر مرحلة ومعندها شعيلة ولا اصحاب هو الوحيد اللي ممكن يعتبر صاحبها وبيحاول فهمها كده بس سام بتقوله انهم مش اصحاب ولا حاجة وان اقرب حاجة ليها هي قطها فرودو بس الكلام ده بيزعل روفين فبيحاول فرفشها وبيقول لها انهم هيطلعوا المرضى المسرح النهاردة سام مش عايزة تروح بس روفين بيقول لها ان فيه عرض جاز قديم على المسرح وبرضو سام مش مهتمة بس بتغير رأيها لما روفين بيقول لها انهم ممكن يروحوا هارلم بعدها علشان يجيبوا البيتزا اللي بتحبها بيتزا باتسي سام بتروح قضيتها تغير هدومها وبنلاحظ ان دولابها فاضي معاها بس تأمين هدوم تأمر الخروج والروب بتاع المستشفى بتحط الان بي فور بتاعها وبتلبس البلاستر الطبي على بطنها وهي ماشية بتسمع موسيقى وبتشوف مناظر المدينة في السماء بتشوف طيارات عسكرية كتير بتطير لما بتوصل المسرح سام بتكتشف ان فيه عرض عرائز خشب مش عرض جاز ولا حاجة بتتدايق وبتسأل روفين ليه كذب عليها هو بيرد ان ما عندهاش حاجة احسن تعملها وانه كويس تخرج وتجرب حاجات جديدة سام عايزة تمشي بس روفين بيأكد لها انهم هيروحوا يأكلوا بيزا بعد العرض زي موعدها ومن غير اختيار تاني سام بتقعد قبل ما العرض يبدأ ولد صغير بيشوف ان سام معها قطة ابو هنري بيقول له ما يزعجش سام لكن سام مش متدايق من الولد اللي بيلعب مع القطة وبتقول له اسمها والعرض بيبدأ وبنشوف واحد من اللي بيحركوا العرائز بيطلع شنطة ومنها بيطلع عروسة خشب العروسة بتمشي وفي لحظة معينة بتنفخ بلونة سودة البلونة بتطلع لفوق بس فاجأة بتتقطع والعروسة بتقع على الارض المشهد ده بيزعل سام جدا وبيخليها تفكر علشان حاسة انها بتتعاطف مع الرسالة للعرض بيوصلها سام بتقرر تخرج من المسرح تاخد نفس وتشتري حلويات في المحل البيع بيقول لها ان ممنوع تدخل بالحيوانات الاليفة سام بتحاول تشرح له انه فرود ومش حيوان اليف ده كائن بيديها دعم عاطفي في اللحظة دي عربيات عسكرية كتير بتعد بسرعة سام بتستغرب وبتسأل البيع لو يعرف حاجة هو بيقول لها ان من الصبح والعربيات دي بتتحرك في المنطقة لما العرض بيخلص والناس بتطلع سام بتروح لروفين وبتطلب منه يوفي بوعده ويروح يجيبه البيتزا هو بيوافق بس واحد من المسؤولين في المستشفى بينادي عليه وبيطلب منه ياخد كل المرضى ويرجعه من المستشفى علشان في حاجة وحشة بتحصل في المدينة سام بتصر انها عايز البيتزا بس روفين بيقول لها ان الاحسن يرجعه المستشفى دلوقتي علشان يكونوا في امان سام بتزعله وبتزعقله علشان وعدها بحاجة مش هيعملها في الاخر سام بتركب العربية مع باقي المرضى وهي متضايقة وبتسمع موسيقى فاجأة الانزارات بتضرب من تاني وسام بتشوف باقي المرضى في ظهر الاوتوبيس كلهم بيبصوا للسماء وشكلهم قلقان بيشوفوا الاف الشهب بتقع على الارض والرعب بيسيطر على الكل فاجأة شهاب منهم بيضرب المدينة وبيملاها تراب الناس بتموت واحد ورا التاني والرعب بيزيد سام من غير ما تفهم اللي بيحصل بتتفرج وبتسمع عن وحوش سودا بتمشي في المدينة في الاخر بتضرب في دماغها وبتغيب عن الوعي لما بتفوق بتلاقي نفسها متغطية بالطراب هنري واحد من اللي ناجه بيحط ايده على بقها وبيقول لها ما تعملش صوت علشان سلامة الكل اي صوت ممكن يجيب المخلوقات دي عندهم الناس اللي ناجت كانت مستخبية في المسرح علشان عارفين ان الوقوف في الشارع خطير جدا واحد من الناجين بيرجع لها قطتها وروفين كان هناك برضو ولما شافها حضانها جامد فاجأة بنسمع صوت واحد من المخلوقات بيتحرق حواليهم الصوت بيخده فرودو قط سام اللي بيهرب سام بتجري وراه ولما القطة بتخربش الباب الوحوش دول اللي اسموهم مخلوقات الموت بيدخلوا المسرح فرودو بيتحرق بعيد وبالصدفة بيخبط في جرس واحد من مخلوقات الموت بيسمع الصوت وبقوة رهيبة بيكسر الحيطة وهو بيدور سام وروفين بيستخبه وساكتين علشان المخلوق ما يلاقهمش المخلوق بيبدأ يدور حواليهم بس بالصدفة طيارة هليكوبتر بتير فوقهم وبتلفت انتباهه وهو بيتحرك ناحيتها دلوقتي احسن حاجة انهم يبعدوا ويحاولوا ينجوا بنفسهم سام بتمسح الطراب اللي على جسمها وبتشوف ست بتسمع الراديو باهتمام سام بتعرف ان المخلوقات دي ظهرت في اماكن مختلفة حوالين العالم السيت بتستخدم قرى ارضية علشان تعلم على المدن اللي اتأثرت حسب الراديو المخلوقات دي مش تجارب علمية ولا حاجة دول كائنات فضائية الراديو بيقول ان الجيش بيخطط يفجر الكباري علشان يمنع المخلوقات من الهرب كمان بيقولوا ان المخلوقات ما تعرفش تعوم ودي فرصة كويسة يوقفوهم سام بتسمع صوت الطيارات وهي بتفجر كل كباري المدينة ومع كل انفجار الامل بيقل وواحد من اللي ناجه بيدخل في حالة هستيريا وبيقول ان محدش هينقذهم وانه كل حاجة ضاعت لما بيصرخ هنري بيحط ايده على بقه بيقول له يهدى بس هنري معرفش يهديه وبالغلط قتله لما خبط بماغه في الحيطة للأسف هنري ما كانش عارف ان ابنه كان بيتفرج وده زود الحزن والتوتر وعلشان ما يعملوش صوت المجموعة بتقرر تتواصل بالكتابة في كرسات بيكتبوا افكارهم وخططهم في سكوت في مرة سام بتقول لروفن انها رايحة هارلم تاكل البيتزا اللي نفسها فيها الاول روفن افتكرها بتهزر بس بعدين فيهم انها بجد فجأة مولد الكهربا بيبدأ يتعطل وبيعمل صوت مقلق روفن بحذر وهدوء بيقدر يطف المولد علشان ما يجيبش المخلوقات بس بعد ما كل حاجة بقت تحت السيطرة روفن بيقطع قميصه والصوت البسيط ده بيخلي واحد من مخلوقات يهجم عليه ويقتله على طول سام اللي اتصدمت بتعايت في سكوت على موت صاحبها الوحيد تاني يوم ومن غير ما عندها اي حاجة تخسرها والقلم لسه في قلبها سام بتقرر انها مش هتقدر تقعد اكتر من كده في المسرح لما كل اللي ناجوا بيكونوا نايمين سام بتخرج في سكوت وبتاخد قطها معها لما بتخرج بتعدى على المحل اللي في الاول وبتشتري حاجة مهمة زي اكل معلب وبسكوت طاقة وشنطة مكتوب عليها انا بحب نيويورك هدفها الوحيد دلوقت انها توصل لمحل البيتزا مشهور بتقرر تقعد شوية في حديقة جنب نفورة صغيرة وبحرص بتفتح علبة اكل للقطة وبتاكل علبة هي بس ما كانتش واخدة بالها من اتنين اطفال يتامة قاعدين وراها مستخبئين تحت النفورة علشان المخلوقات ما تسمعهمش لما سام بتشوفهم بتقرب منهم وبتديهم واحدة من بسكوت الطاقة بتاعها الاتنين بيأكلوها بسرعة واضح انهم جعانين جدا وما كلوش من زمان في اللحظة دي الطيارات الالوكوبتر بتطير فوق المدينة وبتعلن ان كل الناس اللي نجت لازم يروحوا على الرصيف صوت الطيارات العالي بيخلي معظم المخلوقات تجر وراهم سام بتستغل الفرصة دي وبتاخد العيال معاها وبتمشي بحذر وهي بتعد الشوارع المتدمره وهم ماشيين بيشوفوا ان لسه فيه كم مخلوق حواليهم بس صوت الطيارات المستمر بيخليهم يفضلوا بعيد لما شافوا ان المخلوقات بعدت التلاتة بدأوا يحسوا بامان اكتر بيوصلوا لسلم وبيقرروا يستخبوا هناك مستنيين لحد ما كل حاجة تهدى فجأة حتة من المبنى بتقع حواليهم وبتكشف وجود مخلوق اخير بس بعد لحظات متوترة المخلوق بيقرر يمشي وده بيخلي سام والعيال يكملوا طريقهم وهم متطمنين شوية وفجأة بيشوفوا الناس اللي لسه عايشة بتخرج من البيوت سام بتطلب من العيال يروحوا على الرصيف وبتأكد لهم انهم هيبقوا في امان هناك في الوقت ده سام بتقرر تروح على محل البيتزا برضو مصممة حقق امنيتها الاخيرة بس فجأة كام واحد من الناجين بياخدوا ناس في عربيات كراسي متحركة وشنطوا حاجات تانية وده بيعمل صوت خفيف بيتردد حواليهم سام بتحس ان في حاجة وحشة هتحصل وفعلا كام مخلوق كانوا مستخبين في البيوت بيبدأوا يقتلوا الناجين ويدمروا كل حاجة حواليهم اثناء الهجوم ده فروضو بيهرب وسام بتستخبى تحت عربية راجل بيشوفها وبيطلب منها تنقذه بس صريخه خلى المخلوق الى ايه ويقتله للأسف المخلوق بيضرب العربية اللي سام مستخبية تحتها جامد وبيخليها محبوسة بسرعة سام بتدور على حل علشان تخرج نفسها وفي سكوت بدأت تدور على قطتها بعدها بتستخبى في زقاء فروضو من ناحية تانية لما بيشوف ان الخطر عدى بيبدأ يجري ورا فار وفي طريقه بيعد على محطة قطر غرقانة وبيقرر يشرب شوية ميا من هناك فجأة بيظهر راجل اسمه ايريك ولما بيشوف رودو بيقرر يروح وراه القطة بترجع لصحبتها وسام بتستقبله وهي فرحانة بس بتلاحظ ان ايريك جامعة ايريك لسه في حالة صدمة ومش عارف يتكلم كويس وبيرد بكلمات بسيطة ومترددة سام بتقوله ان الاحسن يروح مع الناجين التانيين بس هو بيرد انه هيعمل كده وبعدين بيقرر يمشي وراها تاني فجأة بتبدأ الدنيا تمطر وهم الاتنين بيشوفوا الناجين وهم بيهربوا بيستغلوا صوت المطر علشان يتكلموا وصوت المطر بيغطي على صوتهم وسام بتطلب منه ما يمشيش وراها وانه يروح مكان امن بس ايريك بيقولها انه مش عايز يموت وانه خايف شاف كام صاحب ليه وهم بيتقتلوا على ايد المخلوقات دي ومش عايز يبقى ضحية تانية سام بتفهم خوف ايريك وبتقرر انهم يمشوا مع بعض هما الاتنين بدأوا يمشوا تحت المطر وبيستغلوا صوت نقطة المية علشان يخبوا صوت خطواتهم سام قالت لايريك ان نفسها تاكل بيتزا اخيرة في هارلم والحكاية دي خلتهم متحمسين يكملوا مع بعض رغم الظروف الصعبة ايريك وسام قرروا يسافروا مع بعض ولو مؤقتا علشان سام خلصت الدواء ولازم ترجع البيت المطر كان بينزل طول الليل وده خل جو الرحلة كائب لما وصلوا شقة سام ما لقتش المفاتيح فطلبت من ايريك يكسر الباب استغلوا صوت الرعد العالي وفتحوا الباب بضربتين وجوه الشقة سام اخدت الدواء بتاعها واريك كان بيستكشف المكان ولقى اكتاب بيتكلم عنها الاكتشاف ده بدأ حوار عميق عن حياتهم الشخصية وسام بدأت تحكيله عن ماضيها وايام شبابها سام حكت لاريك ان ابوها كان عازف بيان ومشهور وراجل مليان حياة وكريم جدا ومتفاهم بس للأسف مات بنفس المرض اللي عندها سرطان العضلات والمرض ده وراثي ابو سام كان عارف انه ممكن يموت في اي لحظة بس كان مدفائل جدا وعمره ما غير معاملته سام وهي سغيرة كانت بتحب تكتب شعر وتخرج وتعمل حاجات كتير بس كل ده تغير لما ظهر السرطان في حياتها وكل حاجة تشقلبت بدأت تبعد عن الناس علشان ابوها كان اهم شخص في حياتها ومن غيره ما كانش لها سبب علشان تعيش وهي بتحارب السرطان كتبت كتاب مع انه ما جاب لها الشهرة بس كانت مبسوطة انها كتبته علشان قدرت تعبر عن مشاعرها وتجاربها ومن ناحية تانية ايريك حكالها انه طالب قانون شاطر وعيلته عايشة في انجلترا مع انه فاكر انهم ممكن يكونوا لسه عايشين بس مش قادر يموت من غير ما يعرف وفي نفس اليوم ايريك فقد اصحابه وده زود خوفه سام قالت ليريك ان عندها مهمة خاصة امنية عايزة تحققها باي طريقة وهي انها تروح مطعم البيتزا المفضل عندها باتسي بيتزا ويريك علشان يفرحها قال لها انه كمان نفسه في شوية بيتزا سام استغلت صوت الرعد العالي وبدأت تصرخ ويريك شاركها علشان يطلعوا طاقتهم وبعد ما خلصوا حسوا انهم احسن سام كانت بتتمنى ان كل اللي هي فيه ده يطلع كابوس وحش بس صحيت على صوت واحد من المخلوقات دي والصبحة اخدت سام الدوى بتاعها وقطها وقررت تمشي من غيريريك وفكرت ان الانفصال عنه ممكن يكون احسن ليها ولي وهي ماشي عادت على مكتبه وقعدت تقرأ الكتب قطها بص لها باستغراب ولما بصت وراها لقيت ايريك لسه ماشي وراها ايريك رجع لها الكشكول وقرروا يكمله تاني مع بعض سام حطت الكتاب بتاعها ولما حاولت تقوم اتسندت على رف مليان كتب وبالغلط وقع كتاب من فوق على الارض وصوته رن في المكتبة الهادية في اللحظة دي سمعوا صوت زائر المخلوقات وده معناه انهم لازم يهربوا من غير ما يصدروا اسوات حاولوا يلاقوا مأوى في مبنى قريب بس الباب الضوار كان متعطل بسبب شنطة ويريك وهو بيحاول يفتح الباب وقعت الشنطة وده نبه واحد من المخلوقات ليهم وفي حالة يأس حاولوا يهربوا في اتجاهات مختلفة بس الوحوش فضلت تظهر وتقع من السماء وتهدوا كل حاجة حواليهم علشان يكسبوا وقت ايريك كسر شباك عربية وده سمح لهم يستخبوا مؤقتا بس اكتشف انه كل اللي يقدروا يعملوه انهم يدوروا على مأوى في محطة متر قريبة وبمده الحرص بدأوا يمشوا ناحية المدخل علشان دي كانت فرصتهم الوحيدة للهرب كل ما بيمشوا في المحطة بيشوفوا مناظر مؤلمة الحيطان عليها دم وجثث مرمية في كل مكان حاولوا يحافظوا على هدوءهم وهم بيدوروا على مخرج لمحطة تانية بس للأسف واحد من المخلوقات دي بدأ ينزل على السلم ببطء وبحذر شديد قرروا يمشوا في الاتجاه المعاكس ونجحوا يهربوا علشان يتأكلوا ان المخلوقات مش هتلحقهم كان لازم يعدوا من محطة غير انا وده معناه ان الدواء بتاع سام هيتبل ومع ان سام عارفة ان الدواء لازم يفضل ناشف لكنها مضطرت خاطر شالت القطة فرود في حضنها علشان تحميه ونزلوا الاتنين في المية وهم بيعوموا وشافوا فتحة في السقف وواحد من المخلوقات دي كان مستخب هناك مستنى الضحية اللي جاية إيريك توطر بس سام حاول التهديه وقالت له ان كل حاجة هتبقى كويسة ومع ذلك اي صوت بيصدر منهم بيخلي المخلوق ينتبه لهم اكتر في الاخر طلع صوت من سام نبه المخلوقات لوجودهم وبدأ يطاردهم علشان المكان غرقان المخلوق بدأ يمشي على السقف وبيتحرك بطريقة مرعبة ومن غير اي اختيارات تانية إيريك وسام غدسوا في المية علشان يستخبوه وفجأة المخلوق واقع وغرق وتخنق وده خلصوا من الخطر اللي كانوا فيه بعد ما لقوا مكان صغير يستخبوا فيه اكتشف انه كنيسة سام دعت ربنا وغابت عن الوعي من التعب والارهاق وهي نايمة حست بحد بيصلي علشان سلامتها لما صحت خرجت كل المية اللي في الرئة بتاعتها مع انها لسه ضعيفة بمرهقة إيريك اللي قلقان عليها جدا سألها عن الدواء اللي هي محتاجية علشان تتحسن سام بصوت ضعيف طلبت منه ان يروح صيدلية المدينة وعلشان يساعدها إيريك راح بسرعة يدور على الدواء وعد المخاطر اللي في الشوارع المهجورة فروضه القطة الشائية فزعت إيريك لما ظهرت فجأة كملوا مع بعض يدوروا على باقي الدواء بس القطة من غير ما حد ياخد باله بدأت تلحس دم من على الأرض بعدها دخلوا مدينة مليانة حطام واكتشفوا مخلوقات مرعبة بتاكل في الجثث اللي لقوها للأسف فروضه نطع المخلوقات دي وده عقد الموقف أكتر إيريك بمنتهى الشجاعة حطه خوفه على جنب وقرر ينقذ القطة من غير ما يصدر صوت اتسلق بحذر على قطبان معدنية علشان يوصل لفروضه بس في لحظة التوتر إيريك تزحلق وده نبه واحد من المخلوقات المخلوق بدأ يدور عليه بس لما ما سمعش صوت رجع يكمل أكل إيريك استغل اللحظة دي علشان ينقذ فروضه وجري بسرعة وهو شايل القطة علشان يخرجه من المكان الخطر أخيرا الدواء بقى معاهم إيريك وهو شايل القطة ضمها وقاعد يعيط ورجع إيريك للكنيسة وسام مستنيه هناك وبسبب شجاعة إيريك وإصراره قدروا يحسنوا صحة سام شوية مع إن خطر المخلوقات لسه موجود ولما رجع للكنيسة إدت دول سام وسعيدها تحط البخاخة سام كانت خلاصها تموت وإيريك طلب منها تكون قوية علشان لسه قدامهم حاجات يعملوها ولازم يوصلوا لمطعم البيتزا اللي نفسها فيه بأي طريقة سام بزلت جهد وقامت وإيريك سعيدها تمشي لما وصلوا أخيرا لباتسي بيتزا لقوا المكان فاضي ومحروق لما سام اكتشفت إن آخر أمل عندها خلاص ضع عيطت وإيريك ضمها وسألها لو عايزة تروح مكان تاني قرروا يروحوا البار القديم اللي أبوها كان بيعزف فيه وده فرح سام شوية قعدت على ترابيزة وشحنت الموبايل وشربت بيرة كمان قالت لإيريك إنها تلف لفة وهو راح يدور على بيتزا ولقى محل اسمه بانجي لما رجع قال لها إن عنده مفاجأة وكتب كلمة باتسي بيتزا على العلبة سام لحظت إن البيتزا شكلها غريب بس طعمها حلو القط سرق منها حتة وهي بتاكل إيريك جاب لها حتة تانية ولقى شوية ورق فخطرت على باله فكرة يغير بيها المود شوية طلعها على المسرح وعملوا نمرت سحر مع بعض إيريك بقى السحر وسام المساعدة بتاعته وفي خدعة الورق سام اختارت وحدة وإيريك عرف هي إيه بحركاته الزكية في الآخر شكروا الناس اللي في خيالهم واللي بيسقفوا لهم بعدها طلعوا على سلالم الطوارئ ومن فوق شافوا مراكب الهروب وسام حست إنها لازم تعمل حاجة كويسة فإدت الجاكت لإيريك وهو لبسه وحضنها وكان هيبوسها بس سمعوا صوت الوحوش ومن مكانهم شافوا معظم الوحوش في الميناء بيتفرجوا على الناس وهي بتهرب لما عرفوا إن الوقت خلاص بيخلص مشوا ببطء عارفين إن كل خطوة بتقربهم من حاجة مش عارفينها بس فيها أمل إيريك اترعب بس سام هدته حضنت القطة ودتها لإيريك هو فهم وعني دمعت إن صاحبته هتضحي علشان تلفت انتباه الوحوش إيريك خد القطة ومشي وسام بدأ اتكسر في شبابك العربيات علشان تعمل هيسة وكل العربيات شغلت للإنذارات بتاعتها ولفتت نظر الوحوش والوحوش بدأت تهاجم في العربيات إيريك استغل إنهم مشغولين وجيري جامد علشان ما يتمسكش بس في الآخر وقع علبة بوية ونبه الوحوش نحيته فضلوا يجروا وراه وبالعافية قدر يهرب ونطف المياه في آخر لحظة والوحوش طبعا ما بتعرفش تعوم هنري أخيرا ساعده يركب المركب وسام من بعيد عيطت من الفرحة لما شافته عايش إيريك وهو بيعيط كده لقى ورقة في جيب الجاكت كانت رسالة من سام بتقوله خلي بالك من القط ما تأكلوش كتير علشان ما يتخنش ميرسي على كل حاجة إنك خلتني أرجع البيت وساعتيني لما كنت محتجاك شكرا على كل حاجة سام قلعت السماعات وعلت الصوت واستنت أخرتها كانت أغنية فيلين جود هي اللي شغالة والفيلم خلص بوحش ظهر ورا سام يعني هتموت ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة